السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الصفحات 56, 57 والصفحة 58 من مرجع المرجع في الرياضيات للسنة الثانية من التعليم لابتدائي الطبع الجديد والمنقحة على هذه الصفحات لدينا تمارين لدعم نهاية الأسدوس الأول نبدأ بالتمرين الأول التمرين يقول أكتب الأعداد المناسبة في البطاقات إذن لدينا مستقيم مدرج 40, 50, 60, 70, 80, 90 إذن سنكتب الأعداد هنا هي 40 هنا في هذا الحمر كتكون عدنا 45 تبعها 46 50, 51, 52, 53 60, 61 إذن هنا 65, 66, 67, 68 ثم هنا 75 80, 81, 82, 83 إذن هذا فيما يخص السؤال الأول نمر الآن إلى السؤال الثاني أضع علامة مضروبة تحت كفة أكبر عدد في كل حالة إذن سنضروبة تحت أكبر عدد 97, 93 إذن هنا هي 97 كبر من 93 79, 81 إذن 81 كبر من 79 50, 48 إذن 50 كبر من 48 هذا فيما يخص السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال الثالثا أضع الرمز المناسب أصغر أو أكبر أو يساوي 4 زائد 4 تساوي 44 30 زائد 10 تساوي 40 44 أكبر من 40 59 أصغر من 61 87 أصغر من 90 97 أصغر من 99 83 89 زائد 3 82 إذن أكبر من 82 75 أصغر من 69 هذا فيما يخص التمرين الثالث رابعا أكمل بما يناسب إذن هنا أضع الضرب إذن عموديا أضعنا 1 جوج 3 3 وفقياً لدينا 1 جوج 3 45 6 3 في 6 تساوي 6 مضروب في 3 لأن الضرب تبادلي 3 في 6 و 6 في 3 لا مهم شوز 6 في 3 تساوي 18 ولحزبناهم رابعا أعطينا 18 إذن 6 زائد 6 12 زائد 6 18 3 زائد 3 6 زائد 3 19 زائد 3 12 زائد 3 15 زائد 3 18 من هدف فيما يخص التمر الرابع التمر الخامس يقول أكتشف الأخطاء وأصححها 101 دمني خطأ 101 253 خطأ كذلك 253 550 خطأ 550 تسعمائة وتسعة تسعمائة وتسعة تسعمائة وتسعة تسعمائة وتسعة التمرين السادس يقول ماذا يمثل الرقم صفر في كل من الأعداد التالية إذن هنا يمثل الوحدات 509 يمثل العشرات 0 83 يمثل المئات 308 يمثل العشرات 0 35 يمثل المئات 409 709 يمثل العشرات 560 يمثل الوحدات 601 يمثل العشرات نمر الآن إلى التمرين السابع أضع الرمز المناسبة أصغر أو أكبر أو تساوي 701 وهنا 701 كذلك يمثل 836 وهنا 840 أصغر 745 وهنا 740 أكبر 980 وهنا 810 أكبر 673 وهنا 680 أصغر 95 وهنا 12 122 أصغر 341 وهنا 345 أصغر 406 وهنا 501 أصغر 80 يقول أحول الكتابة الجمعية إلى كتابة ضربية 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 5 4 1 2 3 4 5 6 7 4 7 1 2 3 4 5 6 7 3 7 و 8 نرى الى الثمارين التاسع أرسم مثلت مستطيل مربعا نرسم ما تريب منه نرسم المثلت نضيف المثلت المثلت كما يصبح المثلت الجمع نرسم الآن المثلت 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 ٩ وهنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان. اذا هذا متلت مستطيل مربع. نمر الى السؤال الموالي عاشرا. السؤال يقول اكتشفوا الاخطاء ان وجدت واصححها. اذا هنا عدنا اربعمية ستة زائد اربعة يساوي عشرة. نحتفظ بواحد. سبعة زائد اثنان يساوي تسعة. زائد واحدة لاحتفاظ يساوي عَشرا. اذا هذه خطأ اعود لها. سبعة ناقص تسعة لا يمكن نضيف اعشف الاتين. سبعة عشر ناقص تسعة تساوي. تمانية. هذه خطأ نعود لها. واحد زائد تسعة عشرة. نحتفظ بواحد. واحد زائد ا radiator. نحتفظ بواحد. ستة اعفوا خمسة زائد واحد ستة هذه خطأ اعود لها. نبدو بخمسمية واحد. نزيده له ثعون تسين 1 زايد 10 احتفظ بواحد. 1 زايد 10 احتفظ بواحد. 1 زايد 5 ستة. هذه تسوي 600. العملية الثانية. 340 نقص منها تسعود وخمسين. هنا 7 ناقص سعود لا يمكن. نضيفه 10 للحدين. 17 ناقص سعود تسوي 8. 3 ناقص 1 يسوي 2. 288. العملية الثانية. 476 سعود لها 124. 6 زايد 14 احتفظ بواحد. 1 زايد 78 زايد جوج 10. احتفظ بواحد. 1 زايد 45 زايد 1 6. اذا تساوي 600. هذا فيما يخص التمرين العاشر. نمر الى السؤال رقم 11. احسبه. اذا عند احمد. 283. عند زينب 432. عند عالي 518. مجموع ننجز العملية. اثنان زايد 8 تساوي 10. نكتب صفر ونحتفظ بواحد. 1 زايد 3. 4 زايد 1 5. 4 زايد 5 يسوي 9. اذا تسعمية وخمسين. ننجز العملية الموالية. فرق عددها زينب واحمد. زينب واحمد. يعني 432. هننقص منها ميتين وثلاثة نقص ثمانية لا يمكن. 13 نقص تسعة يساوي اربعة. اربعة نقص ثلاثة يساوي واحد. اذا نحصل على مئة وتسعة واربعون هنا تسعمية وخمسين. نمر الان الى الصفحة الموالية. صفحة تمانية وخمسون مع السؤال رقم اثنى عشر. احيط اكبر قياسين في كل سطرين. خمستاشر سنتيمتر. مية وخمسين متر. خمستاشر سنتيمتر. اذا اكبر اكبر قياس هو مية وخمسين متر. حيط المتر كبر من السنتيمتر. مئتان جرام. واحد كيلو جرام. خمسمائة جرام. اذا نعطنا واحد كيلو جرام. راكت تساوي الف جرام. يعني ستاوي عشرة. خمسة في واحد خمسة. اثنان في واحد. اثنان خمسة في صفر صفر. عشر في اثنان عشرون. خمسة في اربعة عشرون. ستة في اثنان اثنى عشر. تلاتة في عشرة ثلاثون. التمرين الموالي. التمرين رقم اربعة عشر. اقيس القطعة المستقيمة باستعمال المسطرة. واملأ نستعمل مسترة مدرّجة وسنقيس القطع نبدأ بالقطع 1.2.3.4.5.5.5.6.7.8 5.8 سنتيمتر 5.8 سنتيمتر ماذا ما وصلنا إلى 6 إذن هذه 5.8 سنتيمتر نقص القطع القطع قد تساوي 6.8 كذلك لدينا القطع 6.8 سنتيمتر القطع القطع وقطع كذلك 4.8 4.8 سنتيمتر ثم ثم القطعة 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 الأخيرة إذن التعيي تساوي 7.8 8 سنتيمتر القطعة A 5.8 سنتيمتر القطعة B 6.8 C 4.8 سنتيمتر القطعة D 7.8 سنتيمتر الآن إلى التمرين الخامس عشر يمثل الرسم طريقة عالية إلى المدرساتي أحسبوا طول الطريق إذن هنا من المنزل هنا 265 متر ثم 178 ثم 25 سنتيمتر مئة ثم ن不会تشاهد متر ثم مائة وتمانية وأسبعون متر غنززويا خمسة وعشرون متر غنززوهاد العملية خمسة زائد تمانية 13 نكتب تمانية ونحتفظ بواحد سبعة زائد سبعة أربعة عشر زائد اتنان ستة عشر نكتب ستة ونحتفظ بواحد واحد زائد اتنان ثلاثة زائد واحد أربعة اذا عنده يقطع او طول نكتب طول الطريق طول الطريق نقطتان اربعمائة وتمانية وستون مترا نمر الى التمرين السادس عشر التمرين يقول اولون المتساويات الصحيحة واشطيب على الخاطئة او الخاطئات 5 في 1 يساوي 1 خاطئة 5 في 1 كتساوي 5 جوج في صيفر كتساوي 20 خاطئ جوج في صيفر كتساوي 40 خاطئ ساعد في 5 قتساوي 45 خاطئة 5 في جوج كتساوي 10 10 في صيفر صيفر 4 في 25 ساعدة 5 في 3 ساعدة 15 وهذا اللي بقوا عندنا صحة جوج في 16 صحيحة نمر الى السؤال الى السؤال الاخير اشترت ندا خمس قصصين بتمانية تمانية دراهم للقصة الواحدة كم ادتنا دا بالدراهم اذا اخذت خمسة القصص كل قصة دير تمانية دراهم يعني خمسة مضرب في تمانية يساوي 40 ديرهاما ولا نقدر ندر تمانية في خمسة لكي ساوي كذلك 40 ديرهاما ولا نقدر ندر تمانية زائد تمانية زائد تمانية زائد تمانية زائد تمانية زائد تمانية زائد تمانية دي تمانية خمسة دلمرات الى حسبناها 8 زائد تمانية 16 زائد تمانية 24 زائد تمانية 32 زائد تمانية 40 ديرهام دي اش يعني ديرهام هذا فيما يخص الإجابة عن الثماني السابع عشر إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة في أمان الله